في خبر جيد جدا ومتميز من تونس النائب عماد الدائمي وهو واحد من النواب السابقين والناشط في مجال منظمات المجتمع المدني وناشط في مجال مكافحة الفساد ورجل زو عقل وزو قيمة تونسي حقيقي يعرف ماذا يحتاج الشعب التونسي نازل الانتخابات ونزل مهاردة اول فيديو ليه في هذه الحملة اللي اتمنى انها تنتهي بالتوفيق والنجاح ما بالك بقى بان يسقط قيس سعيد عبر صندوق الانتخابات كما جاء بصندوق الانتخابات تعالوا نشوف هذا الفيديو للنائب عماد الدائمي الذي جاء يحمل معه بعض الامل لشعب تونس وبالتأكيد لشعب مصر السلام عليكم انا عماد محسن الدائمي مواطن تونسي تشرف بانه عدى عمره كل في خدمة تونس حبيت نعلمكم اني عزمت وتوكلت على الله وقررت الترشح لرئاسة الجمهورية التونسية من اجل اعادة بناء الامل وحتى تدخل تونس اخيرا مرحلة مصالحة واستقرار وازدهار مش ممكن نبقى نتفرج على بلادنا تنهار يوم بعد يوم بسبب ضعف التسير وغياب الرؤية والارادة وتزايد الاحقاد والتقسيمات والاحتقانات مش ممكن نخل تونس الغالية تسقط بلادنا العزيزة تمر بمرحلة دقيقة مفتوحة على كل الاخطار ولكن على كل الافاق والامال ولذا هي اليوم محتاجة لرئيس عنده معرفة بالدولة والتجربة كبيرة ورؤية شاملة وارادة حديدية وفريق قفأ ومسجن ترشحت لان عندي معرفة كبيرة بالدولة وبمختلف القطاعات بفضل تجربة كبيرة في السلطة التنفيذية والتشريعية والمعارضة والمجتمع المدني مع تكوين الاقتصادي وتجربة المهنية الثرية ونشاط المتواصل لسنوات طويلة في مكفحة الفساد وفي الدفاع عن المال العام بالفعل والإنجازات مش بالوعود والشعارات الشعور بالمسئولية تجاه بلادي خلاني نتقدم بخطوة حاسمة ومسئولة لخدمة التونسيين والتونسيات وتحقيق التغيير الهادى اللي تحتاج بلادنا بكل قطاعاتها وفئاتها نترشح من أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية ورفع المظالم وتعزيز مناخات الحرية المسئولة وإعادة بناء مؤسسات الدولة ومنظومة القضاء العادل والمشهد الإعلامي على قاعدة الاحترام الصارم للقانون بش نكون الرئيس اللي يعيد بناء القدرة الشرائية للمواطن ويدفع مؤسسات الاقتصادية اللازمة الكفيق الأمن الغذائي وتوفير المواد الأساسية للتونسيين مع إصلاح التوازنات الهشة وإنقاذ المالية العمومية وإصلاح المشاءات العمومية نترشح من أجل إعادة بناء الفرص للشباب الشباب اللي فقدوا الأمل وقعدين يرمروا في البحر بحثا عن مستقبل كريم ومساعدتهم على تحقيق تموحاتهم الشرائية بكرامة ودور الدولة سيكون داعم لهم في أي مكان حتى يعودوا لبلادهم أقوى نترشح من أجل إعادة بناء الثقة الثقة بين المواطن والأمن الجمهوري والثقة بين التواسب الخارج وبلادهم والثقة بين المواطنين ودولتهم الثقة أنها تتحمل مسؤوليتها في حل مشاكل البلاد كما مشكلة اكتساح المهاجرين غير النظاميين تحلها بالقانون وقوة الرؤية والقرار السيادي مش برمي المسؤولية على أطراف مجهولة وجهات غير معلومة مترشح لأن يرى كم تجارب ومعارف تخليني بالتعاون مع كفاءات وطنية نوعية قادرين على القيام بالإصلاحات اللازمة لإصلاح الاقتصاد الوطني وتجديد مؤسسة البلاد ورقمنة الخدمات الإدارية وتحويل تونس إلى عاصمة إقليمية للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والعملة الإلكترونية نخوض غمار هذا الاستحقاق رغم كل العراقيل لإثبات أن التواسأ قادرين على التغيير وعلى الإصلاح وتحقيق العدل والعمران في إطار الوحدة الوطنية مش بالتخوين والأحقاد والإنقسام نتوجه لكم اليوم بش نطلب منكم دعمكم وثيقتكم مع بعضنا نقدر نبنيه مستقبل مزهر لبلادنا الغالية تونس أمانة توكلنا على الله توكلنا على الله الدعم طبعا لكل إنسان حر في بلده يريد أن ينهض ببلده تاريخ الأستاذ عماد السياسي تاريخ كبير جدا وتاريخ مشرف هذا الرجل تونسي هذا الرجل يعشق تونس هذا الرجل يعمل من أجل التونسيين هذا الرجل عندما أعلن على صفحتي أنه سيترشح للرئاسة بدأنا نشوف الفيديو اللي حضراتكم شفتهه بكل هذه التفاصيل وطبعا ده جماعة خلي بالك في ظل وجود قيس سعيد وترشح أحد للرئاسة في ظل هذه الأوضاع دي تعتبر جرأة شديدة جدا وشجاعة كبيرة جدا ولكن أنا شايف أن الجرأة والشجاعة تونس تستهيلهم من أجل التغيير ومن أجل الوصول فعلا إلى تغيير حقيقي في تونس وأن تعود الإجابة كما كانت دائما الإجابة تونس